مرحبا 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 المتلك يقول كون سبعوا يقولني أما تبتكلا في سيادك لمحمد يقبل المات يجب ان تتروج للجو ولستدلعباتك استفزاز الراجع كان من الممكن يدروا غير لوجوديل ومبوحههم حسن ولكن من يدروا هذا إن شاء الله وراءكم تمو وراءكم سوف نستفتكم بلاستكم الحقيقة وتلعبوا مع الجوج هذه الأشياء خاص صغير ووجده وطانجا يترجلوا معنا وسوف يتعبطوا التحت الرباح الراجع الذي يفعله عودة ترتيب البطولة في مكان وهو فارق دربات من قاطب المتصدر وواصف من بعد أن البارة واحد نقطة في الرياضية لا تجيوش الويداد لديك شيء صراحة كان متوقع هناك الويداد او حالة الصورة الصورة تتكلم عن نفسها ترى أن نقول لك زيرو تير البطول تفرج فيهم الشوط اللول ودر نراسي إذا لم يكنوا بصح خوتي الويدادين ديبا بحلقة رو الله يتنبيعتكم وحق الرب ولكن ما عليش ما عليش ما يهمش مركز أفريقي كثير ما يهم عندكم وهو أن بوضرقة مازال مدخل المغرب المهم فيديو جديد قبل ما تشراجه كونتر شباب باير المحمدية سوف نعود ثاني لهذا الماتش تخليكم معنا من الأول حتى الأخر اشنو عود ثاني نفس الكاسيطة لايك كومنتر سبسكرايب وانت زي ما كنو وليتي ديالنا ويصرف دك شي بلا ما نقوله لك اجي هي قولي عود ثاني مازالك يتمنى اودي وقع نعود اللاعب معكم غدا نيت غادر ربحوكم هي شحال ولاد دابا 15 مليون ديال شحال هادي نزيد علها 15 مليون ديال كأس العرشية ثلاثين نزيد علها 15 ديال اليوم هي 45 عاجل صمت رهيب جدا جدا يسود الأوساط الإعلامية وهو بضل الواجب ديالك صحبي المدرب جوزيف زينباول اللي اختار تحتها هم اللي بدأوا المات ولسراحة تشكلين اللي قدروا نقوله انه متوقع معدوح تغيير واحد هو اللي كان شبكة زينيتي ضيف موصل مقدم وخافي في جناب بولكسوتو بالعمري الوسط المبارك المكعاز وبوغرين والهجوم رأس حربة موهوب وجناب النفاتي وبوزوك كيفما كان متوقع ان المدرب لا يستطيع لعب معه بناس تشكلين اللعبات معه مثل من اللي فاتش كأس العشم بعد مبرر كل من بوغرين ودخي الكاميرا ومباركة رسميا وبهذا فرعتم تغيير فضل الموضوع حين تشكلين اللعبات من اللي فتش كيرا سأكون اكيد انك ستعاني الشوط اللول اللي بدأ في امان الله ومن اللي رسولة تباريش هذا ما كنش ضعك هاللول مع السلام عليكم واشوف يا صراحة من اللي بدأوا اللعب داخلين نتزير دي قلتيك ما غدين نتضمون لشي حاجة خصوصا ملابسينش الحمر ترى ما يمكن دقيقة جوج ومع اول طلعارة جوية الزبوزو بولكسوتو تعرض لي حتى رأسه قدامه قدال الشبكة وهو البيت اللي اول بيت وفي احسن دقيقة ومع احسن سينيارو ممكن شوفوا هذا النار هذا يا سلام ان شاء الله على ايدينا ستعودوا اجيبوا ذلك الراديو العالم الجهة وتعلموا تقارنوا مع السيادكم شباب محمدية في اثناء تلقيقة اللولة والو شفو زنيتي لعبين غاقوا الواحد مرة مرة تفكروا بلا راسهم للاعبين ضد الدراجة وكتاحوا يبدأوا التمرمده في نحسن دقيقة 14 اول لقطة طريقة باش لعب الراجل ثلاثين دقيقة هذه اللولة راح اكمل محمدية بالطول والعرض واكيد اللعب زينتا هو ودريبة راح اخدامها حتى كتاحوا ساقورة النفاتي وكتاحوا بزيف دي اللقاطات من عند اللعاب دي الراجل اللي كان ممكن انه متيروفي ومعلاسي بالمثال هدي دي البوزو قولي صراحة كانت تنقيها خاصة غير تكادرة مزيان ونزيد عليهم تاد اللقطة هدي دي البوغرين اللي اتهيئة كانت تنقيها اما ملخص دي للشوت اللول كامل الراجل اللعب بوحدة ومحمدية اللعب باش انه ميخسرش بكثرة من واحدة الشوت تاني اللي انتهي ابدأ في امان الله ومبدأ حسن دقيقة واحد وخمسين من رجل بولكسوس من بعد ما تيري واحد تيري اللي ناضية ولكن القول عندهم كان في المكان المناسب ومشينا حسن دقيقة ثلاثة وثلاثين عدا باش فنالبيت تاني دي الراجل من بعد واحد الباصلين قليجي من عند خفيفة تحطعت قدام النفاتي تدخلها القول بغي يرفيز نيتي ولكن مصدقت له بوضوخشها وها هو التاني جوزيف زينباور واخيرا بعد ذلك اللعب ومرتاحين هذه المرة ونبقاوش خايفين عاو تاني من شي تاعدوا في التقاق الاخرى جوزيف زينباور حصلين اخويا من ذلك واحد الزيرو المدرب جوزيف زينباور قلت نحتى التقاقات السوسين بعد مدخل كل منزريدة وكاميرا اللعب غنين قدروا انه برد شوية ولو ان الراجل كان من الممكن انها تزيد التالت ولكن مكتب شلينا حسنا التقاق السبعة وسبعين اللي جات كورا من عند من عياد وثيرا واش بغى تدخل حسنا شوط تاني اللي ان قدروا انه كان حسنا شوية من شوط الاول ولكن اغلب الكوار اللي تلعبو فيه مكانوش قدام بوضو اما اخي بحاجة تراث فضل ماتش من اللي كان غري مزيان واللي هي اصابة البوغرين واللي اللي حسنا بالرياكسيون دياله غالبا مشا واحد شهر ولا شهرين ولو انا صراحة كنت تمنى وانا ما تكون عند دواله خصوصا ان الدور ديالبوغرين رأي راجع وركة عرف كيف يجدر وسط الميدان هذا الماتش الذي سيسلينه بربعة دراجة بجو جزاره وطرواه 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 ولكن ماشي مشكلة ماشي مشكلة لدي فرصة او تنبش تتمنى العمجة وذي تخدم على راسك شوية سوف ندروا واحد تقيم بساطة اللاعب بداية بازنيتي اللي صراحة بيوماتش خرج ماتش ديلو اللينقي دي فونس توم الي خرج ماتش ديلو من اللينقي وما اصع الانتباه ديالي وهو ان المقدم صراحة اليوم اللي خرج ماتش ديلو اللي زوين زروا اخطاء وعلى ما ادون انه تتعلم من تلك الاخطاء الى كدير اما بالنسبة لالادارة بالعامري تبارك الله بولك سوتل يقدروا انه جوميا ديما كيخلق الفارق ولكن دفاعيين قدروا انه ناقص ولكن لا يوجد أنه ضعيف الوسط المبارك صراحة لليوم ما أجبني وأنه ضعيف كثيرا المقاضي اليوم أخرج ما تدعيه بوغرين صراحة دعيه وكانت تمنى وعود ثاني أن الإصابة لا تكون صعبة أما بالنسبة للهجوب النفاتي لا يوجد الباس للبيت فهذا صراحة لا يوجد لها بوزوق تحرك اليوم جيدا وخلت المحمدية أنه يدير مع البال أمامه بروفة تحتاجينها أو ثاني سنلقيناه ببيت لدي بلاسافيه جيدا وكانت تحسب لهذه النقطة البودلة كاميرا تبارك الله علي من عياد صراحة ما زال خاصة هذه الخدمة أما زريدة كل شيء يعرف بأنه لحظتي في الوصف تقيم الفريق كامل تبارك الله علي ومتحقق الأهم لي كانوا تتنوقع الرجون وطروا بها وكيف ما قلناها في حالة وغير ربحوا مات شاتنا والنتيجة التي جاءت في الأخير من البطولة سنقول لكم برافو لا تنسوا لكم برافو تقول لكم مات شنوباليكم فضل ماتش وشنوباليكم في اللعب وشنوباليكم في الرجل المقابلة والزرق الماتش ونعود نقول مبروك الجميع الرجوية ونشاء الله موعدونا سيمنا جاية في ماتش أخر اللي سيكون صعب من هذا الماتش وحاليا فنا بقريغة نقول لك Peace اشتركوا في القناة